انا والدي كان متزوج قبل والدتي ومعاه ابن الابن ده معاه خير كتير وعلاقته معانا مش كويسة خالص فبابا خاف علينا منه فكتب البيت باسم ماما طيب كأن احنا بنتكلم بنشوف كده في قصص كده فهو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ فيه ابن كان لرجل ثم كان متزوج من قبل ايه والدته وكان معاه ابن يعني من ايه من الزوجة الاخرى الابن ده بقى كان معاه خير كتير وعلاقته معانا مش كويسة يعني كان معاه خير كتير ايه يبدو من خير الاب فايه اللي حصل؟ فالاب خاف ان الابن ده الفلوس اللي معاه والحياة اللي تحت ايده دي يمنع خرع عن مين؟ عن الاولاد فايه اللي حصل؟ او انه هو عنده خير كتير يعني عنده فلوس كتيرة مش محتاج يعني يعني اما انه هو تحت ايده فلوس كتيرة للاب او انه هو عنده خير كتير بمعنى هو مش محتاج عنده فلوس كتيرة إما ورسع من أمه أو إنهم وأمه كانت ما عنده فلوس كتير أو خلاص والشخص ده يبدو إنه هو ما بيحبش صاحب السؤال ما يحبش إخواته دول فوالده رح عامل إيه؟ رح كاتب البيت باسم والدة السائل كتب البيت باسم والدة الإيه؟ السائل اللي هي الزوجة الأخرى إيه بقى إيه اللي حاصل؟ اللي هي الزوجة بالنسبة لهم الزوجة الجديدة فهو بيقول هل ده التصرف ده حرام؟ يعني إيه حرام؟ يعني الأب لما تصرف التصرف ده وكتب البيت ده باسم زوجته هل كان دوت نوع من أنواع الحرمان من الميراث؟ أولاً العبارة دي تحتاج إن هي تختفي من حياتنا مفيش حد يقدر يحرم حد من الميراث غير الأشخاص اللي بيمنعوا توزيع الميراث ودولاً مش بيمنعوا بيحرموا حد من الميراث دولاً بيأكلوا أموال الناس بالباطل يعني الناس اللي بيمنعوا الستات من أنها تورث أموالها وإحنا ما عندناش ستات تورث دولاً غصبين المال وده وتأكل المال للناس بالباطل لكن إحنا بنتكلم دلوقتي على إنه واحد إيه؟ هيمنع حد من الميراث لاً ما فيش حاجة أسمعه حد يمنع من حد من الميراث لما حد بيتصرف في ماله في حال حياته ده حقه ده إيه؟ حقه ويجوز إنه يتصرف في ماله في حال حياته بالعكس أنا شايف إن الراجل ده لما عمل كده عشان يخلي أولاده لديهم مال لأنه وكأنه أعطى هذا المال وطلب من الزوجة إنها تكون أمينة إنها تحافظ على أولادها فده والداخل حتى في قوله صلى الله عليه وسلم أنتظر ورستك أغنياء خير من أنتظروا معاه لا يتكففون الناس فالرجل عندما تصرف في ماله في حال حياته فده جائز إيبقى إذا تصرف الإنسان في ماله في حال حياته ده جائز ومحدش بقى ييجي يقول له والله إنت أردت والله إن أنت تمنع فلان مراسه لا هو متصرف في حال حياته ما فيش مراس أصلا نحن مش عارفش مين اللي يموت قبل التاني فهو عندما تصرف لكي يعطي هذا المال ليؤمن لكم حياتكم وليؤمن لزوجته حياتها هو تصرف في ماله يعني هو لو تصرف في هذا المال فأعطاه صدقة هل معنى كده إن هو كان نقول له لا ما تصرفش في مالك ولأنه كامل الأهلية هو كان محجور عليه ما كانش محجور عليه هو كان ملكه للمال ده ملك ناقص لا ملك تام يبقى إذن إذا كان هو ملكه تام وهو كامل الأهلية فله أن يتصرف في ماله كيفما شاء هل بقى السؤال اللي دايما بيتكرر هل والدي وهو عمل كده ظلم هل والدي دوت إحنا محتاجين نرد المال لأهله أبداً والدك تصرف تصرف صحيح وكان تصرفاً حلالاً وليس فيه شبهة لأنه تصرف في ماله الذي كان يملكه ملكاً صحيحاً داماً وهو قد فعل ما يرى به أن هذا يجعلكم عندكم أمان فلذلك ليس فيه شبهة وليس فيه حرمة ترجمة نانسي قنقر